نشوف تجربة عملية ازاي ندخل على الموقع عبل ما نسأل طيب تفضل سيد اللواء انت شرح لنا بقى هنا شايف احنا دخلنا هو ده برنامج ادارة دعم مصر اللي احنا قلنا عليه عندنا هنلاقي فيك اكتر من صفحة هنخصش على الصفحة الخاصة بالخدمة اللي انا عايزة انا عندي متاح لحضرتك على الموقع ده كمواطن خدمتين خدمة حدث بيانتك ودي لازم نتكلم عنها ونركز عليها قوي وخدمة اضافة موليد ماشي احنا اضافة موليدة هي دلوقتي اضافة موليدة عانتش المصرفة انا مش قادر اجيب الشاشة من هنا طيب اضافة موليد طيب رقم البطاقة التموينية بالظبط حداخل رقم البطاقة التموينية ورقم القوم ده اللي احنا هنكتب تمام رقم بطاقة التموينية ورقم بطاقة القوم طيب احنا خدنا رقم البطاقة التموينية وبنكتب اهو الرقم القومي. لو البطاقة دي سليمة ما فيهاش اي اخطاقة هتطلع علي بالوقتي. طيب دي اخطاقة مش هتطلع. طيب دي واحدة نكتب كده مع بعضي. نفتح كده الموقع. يلا. نفتح. اه هنا يعني. فيه. ده ده. ايوة. ندوس هنا دخول. خلاص احنا دخلنا البطاقة ودخلنا الرقم القومي. ندخل بقى ايه دخول. دخول. مفروض ان هو هيد. ده فندم اه اه تمام اهو. تمام. ادي البطاقة. كده البطاقة قدامي. تمام? اه. الراقم والبيانات. اه. صلاح علي محمد البطاقة سارية. والبيانات كلها ما همفيش عنده مشكلة. تمام. ينزل تحت كده ينزل تحت شوية. ينزل تحت كده. دخلنا اه. ينزل تحت. يلا ايوة. ايوة هنا. هنكتب هنا. هنا في اضافة هنا هنكتبر الاول. بيانات الموجودة. المستفيد الجديد. البيانات اه. المستفيد الجديد. ده هنا اللي هيضيف عليه. هيضيف اللقم القومي. وهيضيف. ويكتب. الاسم ورقم القومي. ايوة. ويختار مستفيد خبز او تموين. او الاتنين مع بعض. او الاتنين. اه او الاتنين مع بعض. وبعد كده يعمل اضافة. وبعد كده يروح دايس. دايس اضافة. الزرار ده. اللي هو اضافة. اضافة. هيحق له يضيف تلات افراد. اه. طب لو دس اضافة اه يعني لو في اخطاء في البيانات هنا بقى تحق الحقلي. اه. رقم قومي غلط. الاسم مش مزبوط. سالة القرابة لا تناسب الرقم القومي. اه. في الحالة دي حرفضه قدامه. اه يعني الرفضة هيجيله بقى في ساعاتها. هو واقف. اه اه. انا مش قابل رقم القومي ده. اه. لو دخلنا رقم قومي مسلا اه اه لسن برا من نطاق المسموح. هيرفضوا. وهكزا. طيب. لغاية لما الناس تبقى كلها سليمة هيقبل. واسمح له باضافة التاني واسمح له باضافة التالت. طيب. اه بصوا جماعة احنا يعني كمان شوية كده هن اه اكيد هتلاقوا على صفحة نهاية الاسبوع المقطع ده بالزبط علشان الناس تبقى عارفة بالشرح المفصل بازاي قدرنا ان احنا اه نضيف موليد ونشرح يعني ندخل ازاي بالزبط والموقع على الشاشة هو قدامنا وكمان شوية هينزل كل المقطع ده على صفحة نهاية الاسبوع علشان الناس اللي ما لحقتشو تتابع تتابع. بس خليني اعقب على حاجة. فضل. ان انا برجو من السادة المواطنين اللي يخش على الموقع ويحدث بياناته آسف ويضيف موليد. تمام? مفيش داعي ان هو يزاحم غيره في مكتب التومين. اللي هيسجل على الموقع زيه بالزبط اللي سجل على مكتب التومين لا خلاف تماما. احنا نفسنا يبقى كله على الموقع يعني انا اوعد حضرتك. طبعا على المجهود ده احنا نفسنا كل حاجة تبقى اه يعني الكترونية كده ونسهل على الناس المشاوير والزحمة والتقبير والحاجات دي. يعني نتمنى. اقول لحضرتك.